تعرفون شارع المتنبي رايحيلة هنا تطبون بالأخير على اليسرى أكو قيصرية أيضا هي مكتبات هناك قيصرية سموها قيصرية حنش أو مكتبة حنش وتلقون آخر شي رحيمة تشايتي دمشي خلي أزوركم يعني هو زاغور حنش مو قيصرية هذا رحيم أبو تشاي عندنا فقرة جدد سولفون صباح الورد الاسم الكريم صباح خير عمباس الهزرتي جدد سولفون شارع ما التحشيش أنا بس هيا يعني مثلا التحشيشة طوية شن هي ها؟ صدد؟ صدد؟ صباح الورد جدد سولفون أنه ما يكتب من قصائد هي ملك عام أي وهي جزء من تاريخ شعون سيان أنا عدي وجهة نظر بهذا الموض سيان أي فعل إبداعي هو ملك المبدع نفسه تبقى أنت شلون تتأثر فيه؟ هذا شيء حايد ودليل على ذلك عندما تيجي تسأل المبدع نفسه ماذا تعني هذه القصيدة؟ هو الوحيد اللي يمتلك حق التأويل لكن حق التأثير أنا اليوم أتأثر بقصيدة كفلان ها هي لامستني فبالتالي أحبها أو أميذ لها بحسب هذه اللي هذا التأثير جاية فكرة أنه ما يظهر عن إبداع هو ملك عام هذي هذا وهم حلو فتاني دور الحديد تاني دور الحديد حول هذه الفكرة سيان اتخال في الرأي ايه انت تتخال في الرأي موت الموقع ابو ناس هد يوم يقول تان يمشي وقد دعم اثنين شباب يمشون واحد من أنصارك يحبني يعيش أو الثاني من من يعني مو من المناصر يخلق فهذا شقل لي قال لي قال لي يا بها هذي يخربج هذا يا ابو ناس قال ليش يخربج قال لي يقول ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمرا ولا تسقني سررا وقد أمكن أن تجاهد فالثاني شي أول له هذا اللي يحبه بالرأي قال لي لرأي مو هذا يشرب كل جوار يده تنس الصباح أنفه يشمه لسانه يتخل إنه بعد تسمحه فيقل لي هي الخمرا يقول فأسرع إليه ونواز وقال والله ما كان في البال عمكم وذلك هي تخرج من جهن الطلع كل وادي محدها تأول اسلام اسم الكريم موسام جدا تسولفون لو جدا يسولفون يعني كان موضوعنا طبعا إحنا نتسولف بعدة مواضي أكتب قوية تجينا وروح كنا نتحدث بي على قصيدة الجواهرية أحد الزملاء أول في بعض المفردات فصار لقاشنا على تأوين بعض المفردات وأنت معه أم ضد اللعب المال العام مثل ما قال الأستاذ لا طبعا هو من حق الشاعر هو نجدة الخير ليس كسابقاتها أو ليس كما كانت نجدة اليوم نجدة مثل ما وصفها طين وسيان وصاخ والبساتين قصقصت نحن صارك وليس تجد حلو فإن هذا السلم صاق معه وضد ما بينه مع الجواهري وضد الجواهري في وصف دجلي وعنده؟ يعني هذا آخر ما خاشتين فسلم قال عدة سوالة فسولتنا نطيني واحدة منهن أي نجدة هو مالك الإنبان أي طبعا مصحيك ولكن دجلي الخير استثناء على اعتبارها أيقونة اجتماعية وفاهية وصفة دجلي هو دجلي وإنك مشترك أدتوك ذكريات الدجلي هو قصصا فمتبع هذه القصيدة من كبير الجواهري بسر طبعا ميئلة هو مدعمة ولكن تداري لها الشعب بحقيقة هذه القصيدة تعتبر شعبية ليس شعبية برصفة يعني أنه من فصيحة ولكن ناس يتكلم منها نبية الواقعية وحنا فلاك الواقع فهذا كان الخلاف وكان خلاف جديد بالمناسبة وأنت أحلى شكرا جزيلا أريد أبعدك عن دجلة الخير والتفاصيل أول ما قاعدتوا على وش سولت؟ سولتنا بالغيبة بالغيبة ما قصيته؟ الأصدقاء الأصدقاء المجاية يعني يصير تقول لي أول واحد طبارتها منه؟ وليد الشيخ وليد شبيه؟ يعني متواعد ويانا ومارجة خرمناه أنا دكتور علاج دائما هو هي شيء؟ لا يعني مو دائما بس أكثرية يعني يوعد وما يجي وأحمد جميلة دائما الغائب ضحية رحمة أحمد جميل دائما يوعد وما يجي طوالي يرادة علمه الإعلام الكبير سالم السوداني صباح الورد إجدد سولفون ما تذكرناه الشمس بها صباح الإعلام رحمة الله على روحه أنا أصلاً عندما أفضل لطيته من أفضل جميلة ديموزي أيام ديموزي فذكرناه عندما أفضل طريفة حلوة مثلاً صباح عادة يرتجي من البحر يحب إعداد ومنقسم أي الإعداد فاليوم لديه جاب أول أفراد أشوف تحوفي أنا مبطر لحظهم، أنت مدرجون يدولون إعداد، يدولون شسمه عاما نروح للشغل القديم نروح ألبسهم ساعة تسلم دكتور علاء هادي حطاب هل تعيد الإرتجال؟ أبتعداني عن الإعداد مثلاً؟ حسناً يتم مقدم برامي جموعة أولاً يبقى على نوع البرنامج أحسناً البرنامج أحسناً البرنامج بكم برنامج تاريخي برنامج سياسي تسلمون مقدم جميعاً تسلمون مقدم جميعاً أولاً مقدم جميعاً ولكن في كل الأحوال من الخطأ إيقافي على أن يتم تحول ذلك وفي المعنوات ودون ما يعدون سؤالت في اليوم وهو القصة التي تصدرها بنتيجة نحن بعضهم هاي صالح لمنشن. اي. اي. غير صالح لمنشن. صالح لمنشن. باز وليد. باز وليد الشير. احد الوجودين هنا يعني عم بآه. اعتبارهم اي. اي. اعتبارهم مالي وكذا وكذا وعجبون ذاكرة وقتها. وبعض اياتها قال هذا الواقع. فهذا كان حلو. صباح الورد. اختم لي. ها انت انسا جيت. ماشا انا ممنونك. وشكرا جزيلا. شكرا عيوني. ممنون. مثل هيتش قاعدات. تطلعون بتفاصيل هواية. اجدد سولفون هي فقرة اتعيش المشاهد. ويلي قاعدين. نشوف مستوى الكلام. وين الامور رائحة.